بسم الله الرحمن الرحيم مثال 6 من واقع الحياة إذا كانت المسافة التي يقطعها جسم زبط من مكان مرتفع تعطى بهذه الدالة حيث تي الزمن بالثواني بعد سقوط الجسم DT من المسافة المقطوعة بالأقدام إذا أحملت مقاومة الهواء فأوجد السرعة المتوسطة في كل من الفترتين الآتية A من 0 إلى 2 طبعا بالثانية إذن الصفر معناتها T1 لأن المتغير هنا T معنى T أي الزمن T1 يساوي 0 T2 يساوي 2 إذن نكتب أولا قانون متوسط معدل تغيير يساوي DT2 ناقص DT1 حالا T2 DT2 1 يساوي 0 16 في 4 إذن إذن T1 T1 يساوي 0 ومتوسط معدل تغيير ومتوسط معدل تغيير T2 T2 يساوي 4 نوجد الآن نوجد الآن T1 هذا يساوي T2 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 نوجد نكتب أولا T2 T2 ومتوسط معدل تغيير T2 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 يساوي 16 في 4 تربيع يساوي 16 في 4 تربيع 16 16 في 16 256 إذن DT2 يساوي 256 نبدأ الآن التعويض بالقانون DT2 256 ناقص DT1 64 على T2 4 ناقص 2 هذا يساوي 256 ناقص 64 يساوي 192 4 2 192 تقسيم 2 يساوي 96 96 قدم لكل ثانية كتبه 50 محب ناقص سيشعر